السلام عليكم يا بنات كديرين أتمنى أن تكونوا بخير بصحة جيدة إن شاء الله مرحبا بكم معي في القناة متبخ ساميرا أتمنى أن أعوش لكم ببركاته شهر رمضان كريم تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله بصحة ولهانا دموان نشاركو معكم واحد الفتائر اللي يجو رائن واحد العجينة سحرية يجو روعة البنات يجو مقرمشين يجو يحسم الورقة يجو غيف سهلة ومشي صعيبة يجو فتائر اللي روعة محمرين ومقرمشين هوا معي وشوف مقادر وطريقة التحليل ومتصوشت أبواني وضغطوا على الجلس بصوص لكم الجديد اللي معي الجديد مرحبا بي ولي قدموا رد قناة ديالكم وابيكم باشك تكون وشو كنا بزيب وفورجوا بسم الله غاديم بداع لدي هنا 500 جرام ديال دقيق لدي ثلاثة معلقة كبيرة للزيت العادية لدي ملعقة كبيرة للخل لدي هنا ملعقة صغيرة للسكر حبيبات ملعقة صغيرة لدي الملحة تبقى لحسب الدوق وعندي المدافع ليس سخون وعيدا في شوية هذا يسهل عيني العجينة باش مكتدلكش وكأفنه وكان مني هاد العجينة مكتدلكش كندروها غير بشوية المدافع وكندروها في بلاستيكا وكترتب رأسها وكتجيزويين بزيف هاد العجينة سوفي كنزيدة ذاك الخل كنزيدة ذاك المعارك والزيت السكر والملح كنزيدة ذاك كنزيدة ذاك هذه العجينة سهلة في الخدمة وكتجيه الشيشة وكترمشها سوفي نجمع العجين نظيفها معلقة جديدة لا تكون فقط لا تكون فقط معلقة الخليطة لا تكون فقط مالة بمجرد لا تكون فقط لا تكون فقط لا تكون فقط نضيفها لنضيفها قليلا نضيفها 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 1-2 دقيقة نضيفها 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 او ما أم servir نضيفها ونضيفها نضيفها ببكة سنضيفها وصل project الكتب نضيفها كما أنثقة صندوق نضيفها نحيطها بها بلاستيكة كتبلي كتبلي من خوفة بحلها دلقناها كتبلي من التاطية سوف نقسم العجين نقسمها على المقدار اللي بريتنتم مش هم بريتنتم تسرحوا مش هانتكم كبير ولا قليل سوف نقسمها على ثلاثة ونضرهم كويرات سوف نقسم كويرات سوف نقسم كويرات سوف ندهنهم كي يسهلوا على الحزن سوف نجعلهم يرتاحوا ليس سهلوا على الغي كي نتلقوهم سوف نقسم بلاستيكة سوف نقسم بلاستيكة سوف نقسم 10 دقائق بالنسبة للحشوة لدي هنا واحد الثون زيت 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 ثم نقسم زيت لن نقسم من الماء لذي نقسم مجلي زيت زيت قد تصنع عليه يعني كيف قد يكون اختياري ماشي ضرور نديروه لما رداي انحوش فيك تبقى دائما يعني احسب احسب الرغبو اللي كاين ماشي ضرور نديروه والطرق نعوضه في صدر ديال الجاج او اللحم مفرون كفتا سوف نخلط كل الشهد من الحشوة سوف نسرح العجينة لتلقى نداز عليها 10 دقائق الحشو كديرا عبنة جبنية كمشترة سهلة سوف نخلط عندها في الدباب يحصلة لتلقى ثلاثا و إداقى زين كمش دابت سوف نأكد حمل ثلاثا سوف ندازجت الحكوم It works الذين نعروض علاكل حيث يدرجت تضغط مالات الحين سوف تسرح معنا من نسبة الامتدئيات نحاول نجبدها هكذا قد تسرح ضرور خصيات تكون رقيقة قد يجينا مرقة قد يجينا بقلمشة زبدة ندهنو بها لكي نحاول نزعي تساوي ندهن الزبدة كثيرا ندهن الزبدة الحيوانية ندهن الزبدة بحال مسمى ندهن الزبدة ندهن الزبدة يتساوي ندهن الزبدة حتى على المورقة ندهن الزبدة نبدأ الزبدة كنا نبدأ نتقل بها ندهن الزبدة و نتقل نتقل نستمر هذه تحت اذا سوف نكملها سوف نتركها هاتف و نقوم بها اخر كما يكملتها يجب أن العملها بزيد و تقويمها هذه الحلوة لنقوط الجررة و نقطع منها نقوم بها لنقوط بها هاتف و نضعها سوف تقطع لحلي حساب انتو ما اللي بغيتو يوم صغر او كبار سوف يدابك نجيب الحشوة نوزي حكا في الوسط سوف يدابك نجيب الحشوة سوف يدابك نجيب الحشوة سوف يدابك نجيب بسبب سوف ينضيف الحشوة نحن نضيف حقا في السنة سوف نضيف الحشوة لغاية قليلة لكي لا تخلق لكم سوف نتواجد كما نتواجد نحاول نتواجد نتواجد داخل سوف نتواجد ونضغط سوف نتواجد 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 سوف نضيف ونضيف نضيف منتواجد سوف يتمواجد سوف نكتواجد يجب ان تكون مرخوفة سوف يكون زائد سوف يكملت سوف يجبت الصفر سوف ينتهن به الجناب غير الجناب لان نضيف الفوق لان نضيفه لان نضيفه اخرى باجه سوف يكون الضوء سوف مرتفع عıkة سوف يكون مرتفع على الجناب سوف نقوم مع الجناب داخل الفرن اذهب إلى 200 درجة سوف تصرع سخنته هذه البنات الفتاة التي خرجتهم الفران تحمروا يجبون روعة البنات يجبون مقرم نشين ومحمرين يجبون غزالين يجبون حسم الورقة يجبون روعة البنات يجربونهم ويعجبون لكم أنا متأكد سيعجبون لكم يجبونهم يطيبون لها خاطرهم يجبونهم في الفران يجبون 20 دراجة حتى يتحمروا يجبون غزالين يجبون حشوة أتمنى تجربوهم ويعجبون لكم شكرا لكم على المشاهدة حتى الفيديو السلام عليكم ورمضان كريم